بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة مهدا أعظم بناء ممكن تبنيه هو بناء الإنسان طبعاً ليه؟ لأن البناء ده اللي بناه أصلاً الرحمن سبحانه وتعالى وجعل البناء ده في أحسن صورة كنا بنحاول بقدر الإمكان إن احنا نبني على الأصول اللي بناها مولانا سبحانه وتعالى ونحافظ على الإنسان على كيانه في وضعه الصحيح هو ده أعظم حاجة ممكن يعملها الإنسان ولذلك دايماً أي أمة بتنهض وأي حالة من حالات التقدم والرقي بيكون للناس اللي بيبنوا الإنسان ولذلك لما تشوف الأمة بتهتم بالمعلمين وكمان بتهتم بالأباء والأمهات أعرف إن الأمة دي عطاناها وتتقدم وعشان كده إحنا مصرين إن احنا ندعم كل حد بيربي وعشان كده حلقات يلا نبني بني مصرين فيها إن احنا ندعم أي حد بيبني الإنسان ساعات بنتكلم عن أشياء بتعمل مخاوف لأهلنا في البيوت وكمان للمربين زي ما نتكلم النهاردة في كلمات بتبقى مزعجة لما بنسمعها من أولادنا زي كلمة إشمعنا كلمة إشمعنا عندنا بتخلي الإنسان يحس إن ابنه عنده حالة من حالات إما المظلومية أو حالة من حالات إنه حاسس إن فيه وضع مش طبيعي فبتقلقنا على مستقبل أولادنا مش بس بتخلينا قلقنين على حياته الحاضرة لكن قلقنين على طريق التفكير ومنهج تفكيره لما يقول إشمعنا يا ماما بتجيبي لأخويا اللي عايزه وأنا لأ إشمعنا بتزعائيلي على طول وهي ما بتزعائيليهاش هي بقى تطلع أخته هي تطلع أختها أي حاجة ونبدأ بقى نقلق لما تكتر الكلمة دي إشمعنا إشمعنا كلمة مش كلمة سطحية لكن كلمة وراها حكاية حكاية بتقول إيه؟ إن أولادنا حسين بالغيرة الكلام اللي نتكلمه النهاردة إزاي نتعامل مع إحساس أولادنا بالغيرة بالغيرة من الآخرين الغيرة دايماً بتبني على فلسفة شنيعة اسمها فلسفة مقارنة اللي هتخلي الإنسان احتمالية الرضع عنده ضعيفة واحتمالية إنه هو يعيش واثق من نفسه أضعف واحتمالية إنه هو يكون إنسان متزن أضعف وأضعف في أحوال مشهورة بيبان فيها شعور غيرة وبيكون شعور طبيعي زي لما الأسرة بتستقبل طفل جديد ده طبيعي إن بيحصل ده فالبنت أو الأبن يغيروا ويحسوا إن بابا وماما ما عادوش بيحبوهم زي الأول والحب كله بقى للطفل الجديد طبعاً المظاهر اللي قدام الطفل الطفل بيشوف هو بيركز لكن لو إن الطفل ده اتاخد مع الأب والأم ومارس الاهتمام ده بيحس إن الطفل ده جاي لنا كلنا مش جاي البابا وماما ويكون على حسابي نعم بتزيد غيرة لما يكون الأب والأم ما يكونوش متأهلين بالطريقة الكافية إزاي يتعاملوا مع أولادهم لما الطفل الجديد يكون جاي لكن لو شفتوا كده لما يكونوا مؤهلين بيبقى الطفل الجديد فرحة للكل وكلنا بنبقى عايشين به وساعات الأولاد بيطلبوا من أباء والأمهات لما يحسوا بهذه المسألة بابا وماما أنا عايز أنا عايز أخي صغنى ألعب به ساعات يقول ألعب به أو ألعب معاه في كلا الحالتين إحنا مطمئنين إن الطفل ده مش هيبقى عنده غيرة بس إحنا برضو لازم ندعم الشعور الإيجابي اللي عنده إنه هو محتاج لأليف أو أنيس لكن التأهيل لدورهم التأهيل لأب والأم دورهم لما ييجي طفل جديد هو إنه هو يكون الأخ الراعي باعتبار أنه هو الأخ الأكبر أو الأخت الرعية الحناينة وكل ما بنطمنهم بأهمية وجودهم في حياتنا أهمية وجود ابننا اللي إحنا حسين إنه رايح ناحية الغيرة ونبايل لهم قد إيه إحنا محتاجين لهم آه دي حاجة بنغفل عليها كلنا إحنا بنتشطر إن إحنا نحسس أولادنا إن حياتهم من غيرنا ولا ليها لازمة إحنا دايماً لازم نحسس أولادنا إنه هما لهم دور في حياتنا أوى الله الأولاد لما بيقم ما تقولش الكلام ده حسسولهم هما لما يكبروا لازم إنه هو صغيرين تحسس أولادك إنه هو ليه دور وليه أهمية في حياتك وإن كل فرد في الأسرة مهم زي الفرد التاني فيه فرد صنع صنع حلاوة وجمال وحركة وحياة البنوة زي ما فيه حد عمل دفء الأبوة أو دفء الأمومة وساعتها يبقى سهل عليهم يفهموا إزاي ممكن نفهمهم المعاني الرقية اللي موجودة في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قال المؤمن والمؤمن كالبنيان يشدوا بعضوه بعضاً ساعتها نقدر نفهمهم إن البيت ده بناء كل واحد فينا جزء منه هيبقى سهل عليهم يفهموا لما يكبروا إن وجود الآخر مش بيهدده أبداً ده وجود الآخر بيكمل وجوده وبيسعده وبيوسع عليه أفاق حياته وبيوسع عليه كمان الفرص اللي موجودة في حياته زي ما هو كان طفل وكان عنده فرصة إنه هيدلع بقى عنده فرصة إنه كمان يبقى شخص محل تقدير ومحل ثقة من الأب والأم إزاي أحسس ابني بده فيبقى سهل على الأولاد إنهم يتربوا على التعاون والاندماج مع الناس مش على الصراع والتنافس فالولد مثلاً يحس إن أخوه الصغير ده هيخليه يجرب الصداقة هيخليه يجرب المسئولية هيخليه يجرب الأمانة ويبقى العلاقة علاقة من نوع خاص فيحس إيه ده؟ ده أنا داخل مع الطفل الصغير ده في علاقة خاصة جداً أنا سنده أنا حاسس بإن أنا سنده وحاسس إن أنا باعده للمحبة وأنا كمان بحبه من غير ما انتظر منه حاجة ويكون ده سبب إنه يدوء جمال الرعاية إنه يكون راعي لأخوه أو أخته في مستقبلهم وفي حضرهم ويبقى ساعات بينبه الأب والأمة على حاجات خطر ممكن تحصل لهم أو ينبه إنه هو يبقى جزء ثالث فرد ثالث بيربي معهم أخوه الجديد أنا شخصياً أحد الحاجات اللي ساعدتني في تربية أولادي بنتي الكبيرة كان بيت ربي إخوتهم معي ليه طيب؟ لأن أنا هي صغيرة فهو حاسة بيهم فكان ده أحسن حاجة ممكن تتعمل وساعد البنت لما صاحبتها القريبة الأنتيم زي ما بقوله تصاحب واحدة تانية كمان شوف بقى أشكال الغيرة اللي ممكن تعمل المشاكل كبيرة في حياة ودي اللي أنا أقول ده يهما عمل تحولات في المدارس الإعدادية والسنوية في النفوس البنات وساعات في البتلائية على فكرة يعني إحنا كل شوية بننزل بالمشكلات زي عارفين المشكلة لما حصلت لما غيروا مقرر معين فبقى عندنا في العيادات النفسية فيه عندنا مشكلة بتعود سنة ربعة فهي لما تتعرف على واحدة تانية بقى معها في المدرسة ده مش معناه إن هي ما بقتش تحبها زي الأول لا كل مدائرة الأصدقاء بتوسع كل ما بتزيد البهجة والسعادة وبيبقى عندنا فرص إن احنا نعمل حياة حلوة مع بعض لكن إم تغييرت أولادنا بتبقى مؤزية ليهم والكل اللي حواليهم سواء الأباء والأمات أو الأصدقاء بتكون مؤزية لما بنعمل شوية حاجات أول حاجة نقارن والمقارنة والعياذ بالله أنا دايماً بقول المقارنة باب الداء المقارنة باب الداء لإحساس الإنسان بعدم الثقة بنفسه بإحساسه بالرفض وإحساسه بأنه مش موجود في الحياة وبإحساسه بأنه تراجع المقارنة المقارنة مؤزية يا سادة لما بنقول لأولادنا ابن عمك أشتر منك أو أختك شوف هي بتعمل إيه وعمل زيها شوف بنت خالتك هادية إزاي شوف بنت خالتك هادية إزاي شوف هي هراسية إزاي أنت ليه من الفاظة بن أولاد أنت ليه شعنونة كده أنت ليه مش مركزة أنت ليه من إزاي بنت خالتك بيتذكر كويس ولا مركزة ولا زكية زيها المقارنة بتشعل القلوب وساعتها وهو ده اللي خلينا بيقول إن الغيرة مش دافع بنخلي الغيرة نار الغيرة نار لما تكون بالمعنى ده بتشعل نار الغيرة الموصلة للكراهية للأسف يعني ويا سلام بقى في العالم اللي إحنا فيه إحنا خلاص في نهاية عالم السوشيال ميديا لإن إحنا دخلين على عالم الميتافيرس على عالم على عالم كمان الروبوت السوشيال ميديا اللي إحنا عشنا عصرها وإحنا في نهايته دلوقتي وبدينا عصر تاني أشد خطوة خلى المقارنة من أهم أفاة الإنسان المعاصر كتير جدا جدا من بناتنا لما بدخلوا السوشيال ميديا بيقارنوا شكلهم بالبنات وشكلهم بكل المانيكينات وكل اللي طالعين بالصور وعملين ما عرفش بوز إيه وعملين ما عرفش إيه فده تيعمل إيه يكسر شعور الرضا يكسر شعور ورضا بما قسم الله لك تكون أغنى الناس أولادنا مش حسين بالغنى حسين دايما بالفقر والفقر على فكرة مش بس زي ما البخل مش بس بخل المال بخل العواطف كمان الفقر كمان أنا بحب أكلم عن الفقر الفقر الوجدان أكتر ما بتكلم عن فقر المال في فقر الوجدان فيحسة إن هي فقيرة مش غنية ورضا بما قسم الله لك تكون أغنى الناس فالناس حسين إن هم وجدان ومفقية وعشان كده وكتير من أولادنا بيقارنوا شكل الحياة اللي هم عايشينها بالنمزج اللي بيشوفوه على السوشيال ميديا الشخص اللي قاعد بالطريقة الفلانية بيفطر في الطريقة الفلانية بيسافر في الطريقة الفلانية بيطلع رأسه من العربية بالطريقة الفلانية فده كله بيكسر إيه بيكسر الرضا ويحصل سؤال أنا ليه مزيهم فالمقارنة بتخلي أولادنا دايما مستصغرين نعمة ربنا ومش قادرين يعيشوا ولئن شكرتم لأزيد أنكم وهم بيقولوا إيه يزدنا وبعضين نشكره فدايما حسين إن كل اللي عندهم مش كافي وإن الناس حواليهم أفضل منهم المقارنة بتخلي الإنسان عايش في وهم الحرمان أنا محروم ما عنديش وعشان كده فيه دراسة نشرتها الجمعية الملكية للصحة العامة بالمملكة المتحدة بتوضح إن من 60% من صغار مستخدم السوشيال ميديا حصل لهم خلل في معدل الرضا عن النفس يا أنا هراب يض 60% والبقائين بقى دول المش منتبهين يعني يكاد يكون كل رحل السوشيال ميديا حصلوا عدم الرضا عن النفس و 63 حسوا إن حياتهم وإمكانياتهم مش كافية مقارنة بمستخدمين تانيين من اللي بيتابعوهم أنا أقولكم حاجة أنا دراستي بتقول دراستي اللي شفتها بتقول إن اللي بيحصل للمتابعة لإن شخص قرر نفسه بلي بيتابعه فعايز يبقى ديل لي بيحصل كتير اللي احنا بنشوفه ده وضحت الدراسة كمان إن نسبة الانتحار من المراقين المدمنين للسوشيال ميديا بتزيد بنسبة 70% مقارنة بغيرهم اللي هم بتابعوش السوشيال ميديا فلازم ننتبه إن المقارنة دي شيء بشع الحاجة التانية اللي احنا لازم ننتبه لها ليه لما مش بنوزع الاهتمام بتوازن وبحكمة بيحصل هذه الغيرة المرضية شوف جمال حضرت النبي وحنانه لما بيعمل كل إنسان باهتمام خاص لدرجة إن كل واحد فيهم كان يحس إن هو أقرب وأحب الناس إلى رسول الله يقول لك إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان بيتعامل مع صحابتي فيحس إن كل واحد هو في مستقر اهتمام في وسط اهتمام ومحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقل زيك تلاقي رسول الله لقب الصحابة بألقاب وفي نفس الوقت كان يبش كل ما يجي له حد يبش ويسع بقدومه مهما كان الحد ده وخاصة لو كان من أهل بيته زي ما كان بيعمل مع السيدة فاطمة فمع السيدة فاطمة إيه اللي هيحصل؟ لا 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 ده فرحانة وسعيدة بإنها بتشوف والدها سعاد بندي لأولادنا اهتمام لكن برضو بيشتكوا من قلة الاهتمام إيه؟ ليه الحكاية دي؟ ويتهمونا إننا بنهتم بإخواتهم زيادة عنهم ليه؟ لإننا سعاد بنديهم حاجات وهم مش محتاجين مش محتاجين هم محتاجين حاجات تانية لازم نتعلم إن الاهتمام أن تهتم بالشخص بما يحب مش بما تحب في حد من أولادنا يحب يتكلم كتير مثلا فلازم اهتمامنا بيه ممكن يكون في شكل إننا نخصص وقت نسمعه احنا إيه المشكلة اللي بتحصل لنا؟ أنا بحب الاهتمام بيه بإننا أجيب له حاجات عامل بالزبط زي واحد عنده طفل فهو شايف إننا لو بحب بحد أدينه اللي بحبه فأنا بحب النسك فيه فإيه اللي حاصل؟ فده طفل فشربه نسك فيه فهو مش محتاج نسك فيه هو محتاج حضن محتاج دفع محتاج إنه هو يبقى بعيد عن المخاطر محتاج إنه هو يرضع هو ده اللي محتاجه مبدلوش اللي أنا بحبه عشان كده إحنا ما بنقولش للناس اللي بتهتم إنه إنت ما بتهتمش بس بتهتم في المكان الصح بالطريقة الغلط حد تاني بيحب الحنان فممكن يكون الاهتمام دي إنه هو إنه إنت في شكل حضن كل يوم وهنا نقطة مهمة أول حضرت النبي صلى الله عليه وسلم علمهننا لما قال لي سيدنا النعمان بن بشير في الحديث اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم فالعدل في الحقيقة هو قال حديث حديث سيدنا النعمان هو كان بيقول لي سيدنا بشير هنا مش معناه التساوي لا معناه إن أنا أدل كل حد المناسب احفظوا الكلمة دي أدل كل حد ما يناسبه مش أساوي بينهم يعني أديهم كلهم درجة واحدة لا أعطي لكل واحد ما يناسبه لأن أنا وقفتهم كلهم وهو في واحدة عنده خمس سنين واحدة عنده تنشر سنة واحدة عنده عشرين سنة وقفتهم على مستوى واحد وحطيت حيطة قدامهم فيه اللي هو الصغير ده مش هشوف حاجة فأنا لو ديتهم بشكل متساوي ممكن أكون بظلمهم أنا لازم أديهم بشكل مناسب ودي اللي بتخلينا محتاجين مهارة إن احنا نعرف إزاي نرب أولادنا ولازم نراعي الاحتياج لأنه في حد لأنه في حد ذاته ممكن يكون إن أنا أوصل للشخص اللي احتياج اللي هو محتاجه بعينه فيسعد حتى ولكن قليل الحاجة الثالثة لما مش بنوزع المهام بتوازن وبحكمة ولما يطول الوقت بنعتمد على حد من أولادنا والتاني لأ يبقى في احتمالية للغيرة والشعور إنه هو مش كافين أو هو مش كف أو مش محل ثقة في أمة مثلا تقول حتى لو كان حد فيهم عشوائي والتاني حكيم والتاني معرفش إيه طب نعمل إيه بيطلع عيني عشان يعمل حاجة مهم جدا لو بيطلع عينيك عشان يعمل حاجة إن أنت تصبري عليه ومهم جدا كمان إن احنا نكون عارفين مفاتيح شخصيات أولادنا لأن أولادنا مزي بعضهم لو ربنا أولادنا إحنا ببعض لحيانين بيدعمل حاجة خبيثة شوية عشان إحنا مهتمين بالمثلا بإن احنا نخلي الناس نوزع على الناس المهام نعتبر إنه هو ده شكل التربية الوحيد لا فيه واحد تاني شكل التربية بتاعته بيكون مفتاحه الكلام مش عشان أنه شاطر في حاجة يبقى هي دي لا ينفع في تربية أولادي أنا لازم أطور شخصيتي وأطور أدواتي التربوية بما يتناسب مع كل أولادي وإلا كده هيدفعهم للغيرة لأن بعضهم فيه حد طبيعته إنه هو دقيقه بيهتم بالتفاصيل وممكن ياخد وقت أطول حد تاني بيكون ماله مهرجل شوية بس لكن منجز ياخد عشر دقيقة فينجز الحاجة كده فلابد إن احنا نخصص كل حد لأولادنا باهتمام يتناسب مع شخصيته شوف حضرت النبي صلى الله عليه وآله وسلم بيقول إيه إلحق إلحق أرقف أمتي بأمتي أبو بكر وزع بقى يا رسول الله بقى إيه الاهتمام بما يتناسب وأشدهم في الدين أمر وأصدقهم حياء عثمان وأقطاهم عليه وأفردهم زيد بن ثابت وأقرأهم أبي وأعلمهم بالحلال والحرام معاز بن جبل ألا وإن لكل أمة أمينا وأمين وهذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح في حضرة النبي كان عارف كل تفاصيل كل واحد وإيه أجمل حاجة في كل شخصية من شخصيات أصحابه كلهم أجمعين منظرة منه كان بتوصل المعنى ده لكل واحد من الصحابة فكل واحد من الصحابة عارف خصوصيته أكثر حاجة ممكن تفشل القصة دي إن احنا لازم نبطل الانتقاد لأولادنا لما ننتقد أولادنا الانتقاد المستمر بيهد في شخصيتهم التماسك فبيخرج أسوأ ما فيهم فيخليهم معديم السقة ويبتدوا يعملوا إيه؟ يروحوا إلى منطقة المقارنة ومنطقة الغيرة ومنطقة الحقد ومنطقة الحسد ومنطقة كمان الكراهية لأن انت جمالك هو اللي خلى بابا ينشغل عني فأنا بكرهك ليه كده كل ده؟ عشان احنا بنعمل الكلام ده طب إيه الإجراءات اللي نعملها ونقول إجراءات كده بسرعة عشان نبقى مركزين وارد تتعودوا في حلقات يلا نبني معنا ورأة وقلم أو نحفظ شوية أول حاجة نبطل المقارنة ما بين أولادنا واللي حواليهم سواء اللي حواليهم دول أولادنا الآخرين أو سواء حوالينا أولاد خليتهم أولاد عملتهم أو زملائهم في المدرسة نبطل المقارنة واحد يقول لي طب إنا إزاي حمسه؟ حمسه بإنك أنت تقوله إن فيه حاجة حلوة فيه هتخليه إنسان متميز حمسه بما فيه من جمال نتعالوا نتفق عن حمس أولادنا بما فيهم من جمال إنت بتعرف الحكاية دي طب ما تعمل كذا 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 تاني حاجة ندي اهتمام خاص مناسب لطبيعة كل واحد من أولادنا فدي شيء مهم جدا جدا ولازم نخصص الوقت نص ساعة نوزعها للاهتمام بالحاجة اللي موائز فيها ابننا تالت حاجة نوزع معامل بيت توزيع يتناسب مع طبيعة كل فرد من الأفراد فيه فرد بيحب العمل بالإيد آه ده ممكن يساعدني في تنظيف البيت ويساعدني في كذا واحد بيحب يفكر يفكر لنا عن أعمل إيه في خلال الرحلة اللي جاية في الأجازة نوزع المعامل عليهم شخص فنان يعمل لنا أي حاجة كده فيها جمال الأكل ويعمل لنا حاجة فيها كلام رسمة كده يعمل لنا أي حاجة ما تيجوا نشوف المنطقة الفلانية ويحلل لنا الكلام ده هو ده اللي احنا لازم نعمله رابع حاجة نبطل كتر الانتقاد ونتعود ان احنا نمدح الحاجات الحلوة مش بس نمدح الحاجات الحلوة كمان ونستثمرها الحاجات من الحاجات المهمة كمان ان احنا نعمل مسابقات نبقى عارفين ان المسابقات دي بتتمنون ان كل واحد يبدع في حاجة نعمل لهم عمل في فريق وكل واحد يعمل حاجة زي مثلا ان انا اخليهم يتولوا ان هما يخططوا الرحلة احنا طلعين او يخططوا لجلسة عن عودة مع بعض او العزومة اللي جاية يقولوننا عن نعمل ايه في العزومة اللي جاية في واحد بيقدر يتعامل مع الشخصيات الصعبة فيقول لنا لما الست اللي بتيجي وتعد ترغي كتير عن نعمل ايه معاه او لما واحد تاني يقول لنا ايه الاكل اللي انا نقدمه واحد تاني يقول لنا والله احنا محتاجين ان احنا نكون نفسنا هادية وما تتاقفوش عند الكلام الترتيب ده ليه الزيارة اللي جاية هتخلى اولادنا كل واحد فيهم يحس ان هو ليه دور في البيت وتحسس ان هو احنا مش غيرانين حسسوا من انهم قريبين من بعض فتموت الغيرة دايما بقول كده ان الغيرة تموت ما بين الفريق الواحد لان كل واحد منهم يشعر بان الاخر جزء من وجوده وجزء من حقيقته وجزء كمان من راحته عايزين نعيش مع بعض على اننا جسد واحد ما فيش حد فينا يقدر يعيش من غير التاني وده وتوالا يقدر يخلينا نبطل غيرة عشان ملعزوا بالله ما نوصلش للقراهية واكتر حاجة ان احنا نعلم اولادنا ان احنا بنحبهم على كل حال وان احنا معاهم على كل حال وان احنا بندعمهم على كل حال ما فيش حد بيبقى افضل عندنا عشان هو اكثر انتاجا لكن عن علمهم انهم من الكافؤ على افعالهم لكن كلهم ليهم منا الدعم والمحبة والود ونفضل صبرين عليهم مهما كان اي حد فيهم تكلفته علي علينا لان في الحقيقة دي مش تكلفة ولكن دي فرص عشان نقدر نقرب منهم ونحبهم اكتر يا رب وفقنا ان احنا نكون قادرين ان احنا نكون في هذه الصنعة اللي ربنا سبحانه وتعالى شرفنا بيها ان احنا نكون من مربين يا رب العالمي بعد الفاصل نلتقى بحضراتكم ونتلقى اسئلتكم مباركة ونجيب عليها ولكن بعد الفاصل رجعنا لحضراتكم وعنا صفحتنا على الفيسبوك صفحة بينامج ولا تعسروا اللي بنتلقى عليها اسئلتكم مباركة ويفضل مجلس العلم مفتوح ببركة اسئلتكم ومباركة أنواركم ويفضل ان شاء الله ذكرنا في الملأ الأعلى فضل من ربنا ومدد من ربنا زي ما بنسأله مددنا واحنا بنجاوب على اسئلتكم دلوقتي وناخد أول سؤال الأستاذة أمت الله من ضميات أمت الله ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته تفضلي ازاي حدثك يا شيخ جزي صلى الله خير أنا على وعدتك وكلامك الجميع ربنا يا حفاظ حضرتك تفضلي يا فندا لو سمعت عايز أستفصر من حضرتك كده في التصار أنا متجاوزة بقالي حوالي سبعة سنوات ومعايا طفلين أكبرهم خمس سنوات نعم أنا زوجي مسافر وواخد والديك ومعايا طبعا النفيس يعني هو سيف إن إحنا ملناش حقوق أي حقوق عنده خالص ولا مجرد إن هو يبعت لنا المصروف بتاعنا زبعته بالذلة ومفيش أي حقوق لنا عنده ولا مجرد إن هو يتصل علينا كل كم يوم كده وخلاص طبعا هو مش عيل لكم كده لكن هو ده تصرفه لكن هو ما عالكمش كده لا هو تصرفه كده وحتى مطلوب إن أنا مثلا لا المفروض إن إحنا يبقى بيننا تواصل أكثر أو المفروض سؤال علينا أكثر أو حتى إن أنا كزوجة طبعا أنا عارف إن هو طبعا أنا عارف إن هو مقد يرعاها وخد يرعاها وهي من العاش غيره فهو أخد عشان كده صح؟ هو... لا هو في حد يرعاها وكلحاجة وهي مش كثيرة في السن وحاجة أنا بقول هو بيقول إيه المشكلة عندي إن هو أوخد والدته معيا يا شيخ المشكلة عندي إن والدته دي بتكيد فيه جدا وإن تقرهته فيه وقرهته في ولاده وقرهته في أهلي لدرجة إن هو قطع أهلي وقطع يعني صادر ما قطعنا الثانية وهي قادة ما عاما مسألش عن نونة خالص. يعني رجع لنا. أنا اللي اتنزلت وأنا اللي عملت حاجات كتير لمجرد أن أنا مش عارفة أصواً إيه اللي حصل. تمام؟ مش المشكلة عندي إن هي معاي المشكلة عندي إن هي حتى ما بحصل التواصل بيننا وبين بعضه. هي تبقى موجودة بتتفزني بطريقة وحشة جداً كأنها يعني مش مجرد أم ده مجرد زوجة تانية هو واخدني وسعيبك وبتوصل يعني أنها بتعمل تصارفات ويعني أنا مش عايزة أذكرها في البرنامج. أنا طبعاً بأثر نفسياً جداً وبأثر على أولادي وفي حالة انهيار دائم طيب أمات الله اسأليني سؤال. إيه سؤال حضرتك؟ السؤال يعني إيه تصارف. حاولت معاه بكله. حتى إن إحنا أفرطة تبقى مستقرة. لأن إحنا كنا مستقرين في البداية وقسة فوة 180 درجة 180 درجة أنا مش عارش إيه سبب القلب دي وليه كده وليه القطيعة دي يعني مش مجرد إن هو بس أثر معانا إحنا. ده هو يعني هو كره اللي كان بيحبه وحب ووسق في اللي كان بيقرهه. فأنا مش عارش إيه ساب القلب دي. وهل أنا مش عارش أعمل إيه. يعني لو حضرتك تفيدني فيدني. خليني أصيغ سؤال حضرتك في الجملة اللي حضرتك قلت يا في الآخر أنا أعمل إيه؟ هجاوب حضرتك يا أستاذة أما تقول الله تعملي إيه؟ أول حاجة أول حاجة لازم نتفاوض على إنك أنت وأولادك تكوني مع زوجك دي اسمها الأسار السلبية للغرب ده اللي انتو فيه اسمه الافتراق والبين والفراء يعمل أكتر من كده وصحيح الناس لما تأملوا في الحياة قالوا البعيد عن العين بعيد عن القلب يعني إن البعد جفى فاللي انت حساه من القلب ده التطبيعي جدا 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 بسبب البعد هتقولي لي بس ده ما حصلش من أول سنة جواز عادي بقى بقى هنا متراكمين فهو اعتاد على عدم موجودك في حياته على الأقل للمدة تسعة أشهر في السنة فهو لما يعتاد على إنك انت مش موجودة تسعة أشهر في السنة هو برنامج حياته وانت مش موجودة فيه كركن أساسي فهو عندما يفكر بيظل يفكر كابن مش كزوج فيفضل مين مصدر الحنان بتاعه مين مصدر الدفء بتاعه مين السدر الحنين يا أمه ده وصف وليس بيان المؤامرة هي مفيش مؤامرة هو أخذ والدته معاه لأنه حاسس أن والدته هي اللي هتفهمه أكتر وحاسس أن أنت هتكوني معاه عايقش جزء كبير من حياته في جدلية جدلية إيه؟ أنا وأمك أنا وهي طب واضح أن أنت مش قادرة تتجاوزي اللي بتعمل والدته إحنا ساعات أنت قلتي بتقلتي تعبيرك إنها هي زوجته التانية أنا أقولك حاجة حتى لما يكون فيه حد عنده زوجة تانية بنقول لها إيه؟ خرجيها من دماغك أنت أول خطوة بتقوليلي أعمل إيه؟ خرجي مامته من دماغك يعني أنا عارف لأن شغلتي كده شغلتي البشر فأنا عارف الست بيبقى إيه؟ الست 24 ساعة بتفكر في هذه المرأة زي بالضبط هي أنت قلت تعبير نفسي واضح إن أنت بتتعامل معاك كأنها زوجة تانية فهي 24 سنة قدامك يطارة بتقوله إيه دلوقتي عني يطارة هي بتفكره بإيه؟ يطارة إيه اللي صغته؟ فهو لو تكلم بكلمة أنت حسن أنه نبرد صوته مختلف آه ما هي ملياة مني حتى وهي مش ملياة منك الحل كده بنقول للإنسان عشان يدير نفسه بشكل صحيح من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه اللي أنت مش شايفاه ما بينه وبين أمه ده لا يعنيك فرمي ارمي ده طب إيه اللي يعنيك علاقتك بجوزك علاقتك بجوزك النص ساعة اللي هو بيتصل بيك فيها أنت والأولاد خليها أفضل نص ساعة في يومه اتكلمي فيها قولي له قد إيه أنت بتحبيه وشركيه في الأمر ده بس بشارت أنت وبتيشركيه اشركيه مش أنك أنت بتصدرينه مشاكل عشان يحس قد إيه غيابه عمل لكم مصيبة ولكن اشركيه في الأفكار اللي أنت بتفكر فيها عشان تحلي حياتك أنت دلوقتي بتقولي ياهو أنت يا مولانا مش واخد بالك أن أنا موجوعة لأ أنا واخد بالي أنت موجوعة بس أنا بحللك وجعك الحل بتاع الوجع بتاعك أن الحسنات يذهبن السيئات أن أنت تعملي ذكريات وتعملي تواصل جميل بينك وبين زوجك هو ده الحل طيب وهي واللي بتعمله فيه ربنا أنا شوفي ما دخلتش معاك في جدال إن هي كويسة ولا وحشة نفترض إن أنا ستقت اللي أنت بتقوليه اركني ده فيه ربنا اعتمد على ربنا واعملي تواصل حسن وجميل ومريح بينك وبين زوجك أهو حسن وجميل ومريح جوزك مش هتبقى عايز ينزل عايز يجيبك معاه لأنه حص بإنك أنت بقتي إيه اللي حصل نسمة الصفة حياته الحاجة الجميلة إيه اللي هي خير ومتاع الدنيا الزوجة الصالحة إنت سألتيني أعمل إيه بقولك كده لأن ده الحل لناس بعيدة عن بعض في الغربة في الغربة وأول ما ييجي بقى تيجي بيه من إيديه وتجنى على مركز الإرشاد الزواجي لأن دوت كمان ممكن نقول لكم شوية حاجات وأمور تصلح ما بينكم وتصلح ذات البين إن شاء الله معنا الأستاذ أحمد ملأ اليوبية عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته كل عام حضرتكم بخير احترامي وتقدير لحضرتكم منبع العلم وخاصته الله يبقى فيك تفضل فوق الرؤوس وملأ العيون الله يرضى عنك تفضل يا أستاذ أحمد مع حضرتكم أحمد عن رجم الغرب شبرة القيمة تفضل يا أستاذ أحمد كنت نزلت العام الماضي في رمضان أن لو حصل أمر ما والحمد لله حصل أن أعتكف عشرة أيام في رمضان الماضي ولكن الظروف الأسرية والصحية لم تسعفني لتنفيذ هذا النزل فهل يجوز لي تنفيذه إن شاء رب العالمين رمضان القادم طيب أنت قلت ندر علي أن أنا أعتكف لو حصل لو ابن نجح لو أنا شفيت لو كذا 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 أعتكف عشرة أيام الأخارة الأوسط الأوائل في رمضان في المسجد الفلاني قلت كده بالضبط يا دكتور طيب يبقى أنت بتقول لي أعمل إيه هجاوب حضرتك أستاذ أحمد طيب سنين بعد إذن حضرتك ده سؤال الثاني نسأل حضرتكم الدعاء بإتمام حجاج بيت الله على خير يذهبوا لنا ويعودوا لنا بسلامة الله هي الولد راحة إن شاء الله أو اللي إيه حالفوا أنني والحمد لله تم تنفيذ جميع الإجراءات الخاصة بالصفر لهذا العامل يلا ربنا تروح سالم غانم وترجع سالم غانم مبارك بقلب جديد وبقلب سعيد إن شاء الله يا رب أمين إحنا والناس أجمعين يا رب العالمين شكرا جزيلا نضغط عفو عفو نسي لو كنت نزرت زي ما أنا حاولت أستوفي من سيد أحمد لو كان نزر لو حضرتك نزرت زي ما أنت قلت إن أنت تعتكي في العشر تيامي الأخيرة من رمضان اللي فات ده يبقى خلاص رمضان اللي فات لو عد وإنت ما عتكفتش مش هينفع تعوضه في رمضان اللي جاي وخلاص عليك إن أنت تكفر يمين لإن إحنا بناخد قاعدة الوقف بنحطها في النزر وقاعدة الوقف بتقول نص شرط الوقف كنص الشارع فأنت قلت رمضان الماضي ورمضان الماضي عدى يبقى أنت ما وفتش بالنزر نعمل إيه بقى لما نوفيش بالنزر من التعامل معاه على النوك النوك الحلف وتخرج منه بكفارة يمين فأنت عليك كفارة يمين يا سيد أحمد أستاذ أهمان معلش يعني حضرتك تكرميني بإنك أنت توطي التلفزيون وتسمعيني من التلفون لو تكرمت ألو ألو تفضلي إزاي حضرتك يهدنا فضل ونعمل حمد لله أنا أول مرة أكلم حضرتك شارع في فند ربنا يخلي حضرتك هو أنا ليس وقال بس كده تفضلي هو أنا بأحلم أحلام وحشة بعد الشارع والله يخلي حضرتك وبيجي لك وبيف فكلمت شيخ راح أقيل لي أنت عندك مف وعندك واحد عشق وأنا بخافعك الواحد دي وصنا الحمد لله الحمد لله رب العالمين بصلي وبصوم طب عسالك وطمع بإذن واحد أحد الشهر الجاي إن شاء الله وعم بالله فأنا مش عارفة أعود في شائتي خالص أنا متزوج أنا مش عارفة عاد في شائتي خالص وخايفة ومش عارفة نيم خليني أسألك سؤال يا أستاذ زيمان خايفة نيم كل ما جنم أحسني في حاجة بتعمل في الشقة خايفة خش على قط النوم طبعا أنا مرغوبة من الشقة جدا أستاذ زيمان الشقة دي شقة شقة في بيت عائلة أستاذ زيمان عيوة مع حضرتك الشقة دي في بيت عائلة ولا لا آه في بيت عائلة طيب بس كل واحد مستقل بحاله يعني ما فيش حد في البيت غير أنا واخت جوزي وجوزي إيمان 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 إنت كنت متفقى إنت مبسوطة مع سلايفك الحمد لله يعني ما فيش مبينهم مبينهم أي حاجة إزاي كالله يسلمك وفيه سلفة قريبة مني بحكي لها على كل حاجة آه ما فيش طب علاقتك بحماتك وحماكي أنا حماية متوفية وحماكي كويسة قاعدة في شقة بعيدة عني مش موجودة معي طيب بس تي مش أمنيات ما كانش أمنياتك إن أنت تعيش في شقة في بيت عائلة صح؟ طيب طيب هجاوبك يا أستاذ إيمان أستاذ إيمان بالله عليكي ما لكمش دعو بطريق الجن والعفريط يعني أنا مش عايزة أقول لكم خلوا الجن في حالهم احنا مش محتاجين إن احنا نروح لكل مشكلة عندنا نروح فيها للجن الشقة بالعربي كده مش لد عليكي أنت حاسة إن انت مش من ساعة ما تجوزتي وكأنك مش عروسة وعشان كده بيحصل لك إن انت بتحس إن الشقة فيها حاجة بتدايقك لأن انت حاسة إن الشقة كتمة على نفسك أنا نصحت لزوك حضرتك ياخد لك شقة لوحدك وده من حقك من حقك إن أنت تسكني في ساكن منفرد لإني واضح جدا جدا إن نفسيتك مع إنك أنت وإنت طبعا بتقولي إن علاقتك بسلايفك كويسة وعلاقتك بحاماتك كويسة لإنك أنت بتقولي أنا بتعامل معهم بشكل كويس لكن ده ما غزاش عندك إحساسك بالخصوصية إنت عندك إحساس بعدم الخصوصية إيه اللي بيخليك تشوف حاجات دي لإن انت حاسة وإنت في شقةك دي كأنك يقعدك قعدة في الشارع قعدة في الشارع ده رايح وده جاي شايفك في الشقة بتاعتك فأخونا بقى العبقاري اللي ربنا يسامحه ويهديه ويتوب عن النصب اللي هو بيعمله ده ما قدامهوش غير إنه يقولك إيه إنت عندك جن عاشق إنت عندك إحتياج لعاشق اللي هو جوزك إن إنت تعيشه عشت الأحبة في سكن مستقل وده جزء من حقك فأنا رأيي إن إنت لو تغير السكن إنت لو تغير السكن هتعيشي حياة أفضل بكتير يا ستي إيمان ربنا يزود عليك الفضل والنعمة والإحسان ويزيدك كمان شعور بالأمان وتحس كمان بإن الله سبحانه وتعالى ينظر إليك بنظر الحلال يا سيد احنا النهاردة تكلمنا في حاجة يكاد يكون فيه بيوت كتيرة لا تخلوا منها إزاي نخلص أولادنا من الغيرة قلنا شوية إجراءات أرجوكم رجعوا الإجراءات دي أرجوكم رجعوا الحلقة دي الحلقة دي مهمة في تربيتنا لأولادنا لأن فيه شوية تفاصيل كده لما بنسبها ممكن تاكل بنا آدم ممكن تخلص على بنا آدم ممكن تقضي على ثقة بنفسه أو ممكن تخلي كل علاقاته علاقات مليانة ألغام بينه وبين الناس طول الوقت لو هو بيقارن لو سمحتم عشان هو ما يقارنش أنتوا ما تقارنوش عشان هو ما يحسش أن الناس أفضل منه دايماً يمدحوا الحاجات الحلوة في أولادكم لو سمحتم عشان أولادكم يحسوا أنهم في أمان خليهم محل ثقة حتى لو كان عندهم بعض الأشياء اللي مش مناسبة أشاركوا أولادكم في أعمال كلكم بتشتركوا فيها وخاصة الأولاد مع بعضهم هتلاقوا أولادكم بيعيشوا في راحة بيعيشوا في أمان ويكونوا دعم ليكم وإن شاء الله تشوفوا أجمل ما فيهم وتحسوا بأنهم نعمة من نعم ربنا أضروا أولادكم وقولوا لهم أنهم نعمة من ربنا وعيشوا معاهم فضل ونعمة ربنا أن ربنا رزقكم بالرزق الواسع ده أن ربنا رزقكم بمناء آدم كامل دي نعمة ليس بعدها نعمة يا رب أعننا على أن احنا نشكر نعمة أولادنا ونكون لك حميدين لك شاكرين في كل وقت وحين يا رب العالمين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر